احنا دايماً بنحب الكتب النفسية دايماً بنستفيد منها ودايماً بنتعايش معيها وبنحس بالقصص المختلفة حتى لو احنا ممرناش بيها بس اكيد بنستفيد وبنتعلم احكيلي شوية على شاز لونج اولاً اختيار الاسم جيمني كنت عايز الكتاب كله يبقى رمزي يعني عايزة مافيش حاجة تبقى مباشرة فشاز لونج دايماً بيرتابط بالقريقة بتاعة المحللين النفسيين الدكتور بيسمع كلام المريض وبيبتدي حل الكلام اللي بيقوله فدايماً مرتبطة في أزهان الناس بالعلاج النفسي ايوة صح فعلشان كده الكتاب مش مباشر ومش فيه حاجة علمية قوي أو معلومات علمية فاخترت العنوان لازم يبقى ماشي مع القصص اللي جوا طبعاً ودايماً بنشوف حتى في الدراما أو في السينما لما بيجوا يمثلوا الطبيب النفسي لازم نلاقي المريض قاعد مسترخي تماماً على الشاز لونجو وبيتكلم وبيحكي وبيفط فض بيكون في حالة كده من الراحة عليه ده حقيقاً طيب خلينا نتكلم عن 23 قصة اللي حضرتك اخترتيهم بناءاً على إيه اخترت 23 قصة دول تحديداً لأنه أنت أكيد بتشوفي قصص كتيرة جداً بسمعي قصص كتيرة جداً كان على أي أساس اختيارك لل23 قصة؟ إنه دي أشهر الإترابات النفسية أشهر الإترابات النفسية؟ وأكتر الحاجات إن الناس ما تعرفش عنها معلومات كافية يعني فيه إترابات في الكتاب الناس ما تعرفش عنها معلومات كافية فحبيت إنه القصة هي اللي اتمرر للناس المعلومات عن الإتراب ما بيبقاش كلام علمي جامد بيوصل الناس بشكل مكالكع أو دي بقى فيه قصص بتبين قد إيه أنت عيش مع المريض من الصبح إلى الليل فعرفه بيحس بإيه وبيفكر إزاي وبتصرف إزاي واختيارك كان بناءاً على الإترابات اللي الناس ما عندهاش معارفة بيها أكتر فحبيت تزودي معارفته من نفسية بإنك تسلطي الضوء على الأنواع اللي مش متعارف عليها بالضبط تقف إحنا كلنا أكترى نفسيين ودايما النقط ننصح ونفتي ونحكي لبعض وندي لبعض نصايح حيانا النصايح بتبقى من الصحة خالص تودي في داهية بس يعني بنحاول طي تعالي كده نجزأ الكتاب ونتكلم عن فصل فصل وحكي لنا كده شوية عن الفصول وتقسيم الفصول وترتبهم عملتها إزاي فكرت الأول أنه يبقى فيه كل حكاية مستقلة بذاتها وبتعكس التراب معين وكان هيتقفل الكتاب على أنه خلاص هم هيتقابلوا مثلا كل المرضى في جلسة علاج جماعي وهنقفل على كده يعني ما كنتش ناوية أكمل ده الناس ما تعرفوش يعني ما كنتش ناوية أكمل بعد كده خلاص هم هيتقابلوا وبعدين حسيت أن أنا محتاجة أدي حلول ضمنية مش حلول واضحة واحد اتنين ثلاثة وحلول نهائية لأن الأسف الناس لو أنت دخلت على موقع جود ريتز وشوفتي تعليقات الناس على الكتاب كلهم متضايقين أن إزاي إحنا قلنا للمريد كلمتين يعني في آخر جلسة معين الفكرة أنه أكيد أنا مش هعالج في كتاب يعني ما فيش كتاب بيعالج أن الناس متخيلة ومتوقعة وده كان أكتر نقض شوفته للكتاب أن أنا محتاج حلول أكتر منك عايزين رشاة تعليقية في نهاية كل فصل أو في نهاية كل مشكلة وهمهم مش قادريني يفهموا أن ده مش الغرض من الكتاب الغرض من الكتاب أن عرفك أن أنت عندك مشكلة لكن العلاق في الآخر في العيادة فأنت ما ينفعش تاخدي الكتاب علشان تنفذ تتعالج بيه هي سرد للقصة سرد للتجارب سرد للحكاوي والحكايات اللي حضرتك سمعتها وساهمت في حلها بالضبط بس الناس عايزة حلول جهزة ده اللي اللحظته يعني عايزة واحد اتنين تلاتة أمشي عليهم أعمل كذا بس الكتاب ده مش الغرض منه يعني ما وقال لك أننا عملنا كتاب علمي صحيح وخاصة من الأمور النفسية تحديدا وحضرتك برضو صلاحيلي يعني أنه الحكايات النفسية ما فيش حاجة عامة فيها يعني كل بني أدم وحكايته والباكراوند بتاعته واللي مر بيه وظروفه وحسيسه يعني كل بني أدم الشبهة التانية بالضبط اللي ينفع لحالة ما ينفعش للتانية لأن فيه فروق فردية بين الناس وبعضها فما ينفعش أبدا أن الحال اللي ينفع لحد ينفع للتاني فبقاش تقولي حلول عامة في الكتاب دي حاجة مدمرة جدا لأنه الناس ما بتركزتي هي سيكولوجياتها عاملة إزاي هو عايز ينفذ اللي أنت قلت وخلاص فلو في حد مثلا طول الوقت هو متمرد أو حاجة وانت جيت قلت لا أنت المفروض أنك تتمرد وانت بتخذ بحد يكون مثلا بيقول آه طول الوقت وما بيعرفش يقول لا للناس وبتكسف منهم طب المتمرد ده لو شاف الحل ده هي تمرد زيادة فمش كل حاجة تنفع لكل الناس طبيعي لازم أفهم نفسي قبل ما أشوف النصيحة دي هتناسبني أو لا أكيد أكيد وكلنا مش زي بعض وكل واحد عنده حكايته يعني كل واحد فينا بيتأثر بشغلته على فكرة يعني أنا طول اليوم بأسأل وطول اليوم بتكلم وطول اليوم عندي فضول أعرف وأتعلم وأفهم اتأثرتي زي بشغلتك كمعالجة نفسية أو كطبيبة نفسية وده نعكس إزاي على حياة حضرتك بصي أنا مرت بمرحلتين بكذا مرحلة في الموضوع ده كنت الأول نقمة وصخطة جدا متضايقة جدا جدا من إن أنا اشتغلت مهنة تخليني أكشف النص بسرعة حاسة إن أنا كنت في غينة عن إن أنا أعرف أسرار وحاجات دايق بتتأثري عشان بتتأثري؟ طبعا لإن أنت مش معالجة جوا لعيادة بس يعني خليناه بسرعة من أنا معالجة برة أو مش هحلل لحد ودايقه إن أنا أقوله حاجات عن شخصيته بس في الآخر في حاجة داخلية أنا أوتوماتيكتور والوقت بحلل غصب عني فأنا اكتشفت حاجات دايقاتني فقعدت أقول طب أنا كنت في غينة عندما كنت قاعدة وكنت في حالي وكنت في حالي ما كنتش أعرف الحاجات دي كلها وفي الآخر بتتأكدي منها يعني بيمر الوقت أنت بتتأكدي منها وتعرفي إن كنتي كنتي صاح وبعدين مع الوقت اكتشفت إن زي ما أنت بتشوفي حاجات وحشة أنت بتشوفي حاجات حلوة طبعا وبرضو الحاجات الحلوة دي محدش بيشوفها غيرك